مساء الخير على الجميع احذروا موضوع مهم جداً للأهمية أعايز أشارك معكم نبتة وهقولكم على السريع كيف لقيتها نبص هنا يا جماعة أنا آسف حطتها في مياه بس ويعني اكتشفت إنها نبتة سامة جداً جداً بصوا هادي شكل الأوراق داتورة داتورة يا جماعة وإحنا متعرف عليها عندنا في مصر داتورة داتورة نبات مخدر وسام وخطر للغاية على الإنسان على الحيوانات الأليفة على الأطفال ماشي بالعربية بقالي ممكن ثلاثة شهور كل ما روح واجي جريب من البيت هنا في مكان شجرتين كبار جداً منها بصوا البزور عشان نبقى عارفين شكلها هذا شكل الأوراق وهذا شكل البزور نشوف هنا مع بعض هير هذا شكل بزورها أعتقد كتير من الناس عارفينها الداتورة يا جماعة في منها حوالي ناس بتقول تسع أنواع في منها 13 نوع في منها 25 نوع هادي اسمها داتورة مقدسة بتنتشر على الطرقات في جوانب الطرقات الأماكن المهملة للأسف يعني أنا كانت عجباني جداً لأنها بتسمى بوق الملائكة بوق الشيطان لها أسماء كتير جداً المشكلة أنني بقالي ثلاثة شهور رايح جاي بشوف الشجرتين كبار فاكرهم بيتونيا نعمل بيتونيا وعجبيني جداً فكنت بأحرج بالسيارة بالعربية أنني واني معدي نفسي أخذ منها وكنتش عارف إش هي أنا من واني عيل عارف إن فيه نبتة مخدرة وسمى اسمها تطورة مشهورة بيننا يعني بين الشباب والناس لكن ما كنتش عارف شكلها لأنها إلها ظهرة جميلة جداً أكبر من كف الإيد لونها أبيض أو بنفسجي شكلها رائع فهذا اللي بيخلي الناس تنخدع فيها أولاً بنبه عليكم يعني أنا حتى جماعة هطلحها دلوقتي ومش هرميها في الشارع خوفاً على الناس هلفها في كيس ولما أخذها أنا آسف في القمامة وهنرميها بعيد خالص عن البيت ومش عايز أولادي ولا القطة تيشوفوها واني معد بالعربية اليوم ما فيش حد فقلت أما خد لي منها حتة وفيها بزور أما زرحها أول ما جيت على طول شغلت البرنامج لقيتها نبتة لدرجة أني خوف تمسكها نبتة سامة جداً ومرعبة وما ينفعش تكون في البيت اللي خلاني أعمل الفيديو عايز أحذركم وهي طبعاً نبتة طبية وبتستخدم في حاجات طبية كتير لكنها سامة فيها قلويدات زي الإسكوبولامين الأتروبين هيوستامين حاجات معينة تدخل في الطب بطريقة رائعة لكن إحنا كبشر ما ينفعش كل أجزاءها سامة الورج الصاق البزور الصمرة الجزور كل ما فيها سام من أعلى النبتات السومية فترعبت منها وقلت لا حزاري حزاري لازم أشارك الموضوع مع الناس بتدخل في حاجات طبية كتير وغير وغيره أنا جبت منها عساس أزرع لما اكتشفت ودخلت بالمرنامج ولجيت قوة السم اللي فيها بصراحة اترعبت وقلت لا أعمل فيديو أنبه وجل الناس أهي شكلها في منها ملساء وفي منها بتشوك وقلت أشارك كل معلومة إنحذر إيش اللي خلاني يا جماعي يعني اليوم لسه الموضوع هذا ومن شوية خدت الصورة اترعبت إيش اللي خلاني أشارك معاكم الموضوع بحثت على السريع لجيت إنها منتشرة بطريقة رهيبة ونصحة طائلها صور بالذات في العراق اليمن سوريا مصر منتشرة بطريقة خيالية في كل مكان تطلع ممكن عندنا في الحديقة وإحنا مش عارفين إنها شبه البتونيا من عائلة البازينجينيات فممكن ناس تنخدع فيها كل اللي فيها سام فطبعاً أنا هارميها هبعدها عن البيت خالص اللي مجنني إن في ناس كتير مش عايز أروج إلها يعني هو الفيديو تحذير مش دعاية في ناس كتير يعني عنت كتبين إنها مفيدة وإلها فوايد وكيف نستخدمها في نفس الوقت الناس بتحذر منها بطريقة رهيبة هلوسة مشاكل ممكن ناس تنتحر وترمي نفسها من البيت من البلكونيا بتسبب أمراض ومشاكل جبارة إحنا في غينة عنها فأني قلت أنوه لحضراتكم اللي يشوف الشكل هذا في أي مكان ومطلع الشكل هي شبيهها بالخروع إزالة إبادة ونحرص يعني إن المفروض لبس جلابس أو جوانتي إزالة على طول يا جماعة ومش نحرقها مع إنه إلها فوايد رهيبة لما جريت طبياً لكن مين هيستخدمها مننا طبياً يعني ناس تقول لك خد ملعقة منها وناس تقول خد مش عارف إيه احرق الورق واشربوا السجاير يا جماعة ابعدوا عنها تماماً اللي جريتوا عنها إنها ممكن تسبب مشاكل يسم ينتحار ممكن تكتل الإنسان أو الحيوان أو الطير أو المواشي فإحنا في غينة عن كل هذا وبعدين المشكلة السمرة بعد ما بتنضج فيها كمية بزور خيالية كتير جداً فلو انتشرت وحدة وسبناها وانتشرت في كل مكان هتمل البيت رجاءً نخلي بالنا أشد النباتات سمية داتورة نبعدها خالص عن البيت المشكلة إن إحنا لجيت الناس كتير بتقول طالع عنا في الحضائق في كل مكان أهل العراق أهل مصر فيعني حزاري ونخلي بالنا حبيت شارك معكم الموضوع يا رب نكون استفدنا الداتورة من أشد النباتات سمية ومخدر ابعدوا عنها تماماً تلاشوها شلوها لو لجيتوها عندكم في الحضيقة أو جنب الطرقات قريبة من البيت يا رب نكون استفدنا معلومة حلوة مع بعض اليوم النبات مخدر وسام وقاتل ابتعدوا عنه تماماً وإزالة وبعد عن البيت حتى مش حرق ولا إزالة ونرميها في الشارع نلفها ولما أخذها في القمامة ونشيلها مع الحاجات تطلع على طول بعيد وهم يتصرفوا في موضوع القمامة والريسايكلينج يا رب دعموا الاشتراك يسعدنا وجودكم معنا في القناة مساء الورد عليكم من أخوكم نعيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته